اهلا وسهلا بيكو اعزائي طلبة وطالبات صف السالس اعدادي مادة الرياضيات تحت اشراف ورعاية وزارة التربية والتعليم النهاردة هنبدأ درس جديد مع بعض هو درس الدلة ودرس الدلة هو درس ليه علاقة بالدروس اللي احنا درسناها قبل كده درس العلاقة ودرس حاصل الضربة ديكارتي هنشوف كده مع بعض النهاردة هل كل علاقة ممكن اقول عليها دلة ولا ممكن لا اه شوف مع بعض كده يلا نبدأ هنبدأ النهاردة مع بعض درسنا الجديد وهو درس الدلة شوف مع بعض كده احنا درسنا قبل كده لو جلنا سؤال زي كده اذا كانت سين هي مجموعة الاعداد واحد واثنين وتلاتة وصاد هي مجموعة الاعداد تلاتة وستة وخمسة واربعة وكانت عين علاقة من سين الى صاد حيث الف عين به تعني الف زائد به بتساوي سبعة لكل الف بتنتمي لسين وبه بتنتمي لصاد اكتب بيان العلاقة وامثلها بمخطط سهن طبعا ده سؤال بسيط جدا طبعا تطبيق على اللي احنا اخدناه قبل كده في درس العلاقة طيب نشوف مع بعض هنحله ازاي طبعا انا شايفكم كده هنمسك مع بعض وراء او قلم ونحل كده بيان عين يبقى معناها ان اول عنصر من سين هجمعه مع عنصر من صاد يعني مسقط اول ومسقط تاني المسقط الاول والتاني مجموعهم يكون بيساوي سبعة يبقى واحد وستة يبقى سبعة اتنين وخمسة تساوي سبعة تلاتة واربعة تساوي سبعة كده انا عملت بيان العلاقة طيب اقدر امثل العلاقة دي بمخطط سهمي طبعا بشكل بسيط جدا اهو بحط السين والصاد واكتب عناصر السين وعناصر الصاد كل مسقط من المسقط اللي انا قلتها هنا اللي هي المسقط الاول واحد واثنين وتلاتة هخرج منه بسهم لي المسقط التاني بتاعي يعني الزوج المرتب واحد وستة هنطلع ايه يبقى واحد وستة ثلاتة واربعة اتنين وخمسة وهكذا يبقى انا كده مثلتها بمخطط سهمي طيب هل العلاقة اللي قدامنا دي اللي احنا لاحظناها كده هنلاحظ فيها حاجة مهمة جدا هنشوفها دوقتي مع بعض هنلاحظ ان كل عنصر من سين خرج منه او ارتبط بعنصر واحد فقط من صاد في حالة ان كل كل شوفنا كلمة كل دي اللي احنا بنحطنها باللون الاحمر دي مهمة جدا كل عنصر من سين ارتبط بعنصر وحيد وفقط واحد فقط من ايه من صاد يبقى في الحالة دي بنقول عليها ايه بنقول ان العلاقة دالة العلاقة ايه دالة طيب سين اللي هي وقت تلاتة واثنين وواحد دي بتسمى ايه مجال الدالة طيب تعالا كده مع بعض نشوفها تاني اهي مخطط السهمي بتاعنا سين اللي هي تلاتة واثنين وواحد هي بنقول عليها مجال الدالة وصاد اللي هي تلاتة واربعة وخمسة وستة اسمها المجال المقابل طب 4 و 5 و 6 التلات أرقام دول اللي احنا بنقوله عليهم المسقط التاني اللي ظهر معانا في بيان العلاقة بنقول عليه إيه مدى الدالة مدى الدالة طب مدى الدالة كده لو احنا بصنا له كده وركزنا هنلاقيه إنه هو مجموعة جزئية من إيه من المجال المقابل طيب يبقى كده احنا عرفنا إمتى العلاقة بنقول عليها دالة أولا إذا كان كل عنصر من سين بيقابله عنصر واحد فقط من صاد يعني كل عنصر من سين له صورة واحدة من صاد وقلنا إن سين بتسمى مجال الدالة وصاد بتسمى المجال المقابل أما المسقط التاني اللي بيظهر لنا في الأزواج المرتبة في بيان العلاقة فهو مدى الدالة وهو مجموعة جزئية من المجال المقابل طيب نشوف مع بعض كده فيديو من بنك المعرفة المصري والفيديو دوان هيوضح لنا يعني إيه دالة نشوف مع بعض هل تعرف ما الدالة؟ وهل توجد علاقة دالة وعلاقة ليست دالة بين المجموعات؟ اضغط على موافق لنبدأ يقال لعلاقة من مجموعة سين إلى مجموعة صاد إنها دالة عند ظهورها في أي من الحالات الثلاثة؟ إذا كان كل عنصر من عناصر سين يظهر كمسقط أول مرة واحدة فقط في أحد الأزواج المرتبة المحددة لبيان العلاقة وإذا كان كل عنصر من عناصر المجموعة سين يخرج منه سهم واحد فقط إلى المجموعة صاد في المخطط السهمي وإذا كان كل خط رأسي تقع عليه نقطة واحدة فقط في المخطط البياني انظر إلى العلاقة عين واحد في الشكل المقابل كل عنصر من عناصر المجموعة سين مرتبط بعنصر واحد فقط من عناصر المجموعة صاد ما عدى العنصر الأول فهو مرتبط بعنصرين كما هو موضح بالشكل إذن العلاقة عين واحد لا تمثل دال انظر إلى العلاقة عين اثنين في الشكل المقابل العنصر الثاني في المجموعة سين غير مرتبط بأي عنصر في المجموعة صاد وبالتالي فإن العلاقة عين اثنين لا تمثل دال انظر إلى العلاقة عين ثلاثة في الشكل المقابل كل عنصر من عناصر المجموعة سين مرتبط بعنصر واحد فقط من عناصر المجموعة صاد وبالتالي فإن العلاقة عين ثلاثة تمثل دالة بعد ما شفنا الفيديو مع بعض نقدر نقول إن إمتى نقول دالة لو إحنا لقينا في المخطط الساهمي ساهم واحد من كل عنصر من سين خارج لي صاد ساهم واحد فقط إن جميع عناصر سين أو كل عناصر سين ارتبطت بصورة واحدة إيه صاد ناخد مثال كده مع بعض إذا كانت سين هي مجموعة العناصر 3 و 4 و 2 و 1 وصاد هي مجموعة العناصر 7 و 5 و 6 هنشوف مع بعض فبين أي العلاقات الآتية تمثل دالة من سين إلى صاد واذكر مداها يعني الدالة لو هي فعلا بتمثل دالة العلاقة هنقول المدى بتاعها إيه شوف مع بعض كده العلاقة الأولانية هي عين 1 4 الزوج المرتب 4 و 3 و 2 و 7 و 3 و 5 و 4 و 7 و 1 و 7 العلاقة الثانية 4 و 5 و 2 و 6 و 3 و 7 العلاقة الثالثة هي مجموعة الأزواج المرتبة 4 و 7 و 2 و 5 و 3 و 6 و 1 و 5 طيب تعال كده نشوف مع بعض العلاقة الأولانية هل كل عنصر من سين ظهر كمسقة أول تعال كده نشوف مع بعض عنصر الأربعة من المسقة الأول هنا أربعة موجود اتنين موجود تلاتة أربعة واحد فعلا كل عنصر ظهر ولكن العنصر رقم أربعة ظهر مرتين كل عنصر ظهر مرة واحدة معادة أربعة ظهر إيه مرتين طيب طالما ظهر مرتين هل قدر قول عن إن علاقة دي دالة لا طبعا ليست دالة العلاقة رقم واحد علاقة ليست دالة ليه لظهور أربعة كمسقة أول مرتين طيب نشوف كده مع بعض العلاقة رقم اتنين مجموعة الأزواج المرتبة 4 و 5 و 2 و 6 و 3 و 7 المسقة الأول أربعة موجود وبينتامي لسين والمسقة الأول اتنين أهو موجود و 3 موجود ولكن واحد ليس مش موجود يعني ملهوش وجود يبقى نيجي نقول كده مع بعض يبقى 4 و 5 و 6 و 3 و 7 يبقى فضل العنصر ايه واحد يبقى ليست دالة ليه لأن فيه عنصر بينتامي لسين وملهوش ايه مسقة أول طيب نشوف العلاقة الثالثة العلاقة الثالثة هي مجموعة الأزواج المرتبة 4 و 7 و 2 و 5 و 3 و 6 و 1 و 5 طيب تعالا كده نشوف هنلاقي أن المسقة الأول 4 و 2 و 3 و 1 هو جميع أو هو كل عناصر سين هنبص تاني كده نتأكد أن العناصر السين دين مش متقررة وبالفعل الأربعة مش متقررة ولا الاثنين ولا التلاتة ولا الوحد يبقى نقدر نقول على العلاقة رقم 3 أن هي ايه دالة طيب حد يقدر يقول لي المدى بتاعها ايه أكيد طبعا بسهولة جدا المدى هو المسقة التاني المدى مدى الدالة هو المسقة التاني يعني مدى الدالة بتاعتنا هيبقى 7 و 5 و 6 طبعا مش نقول 5 تاني لأن دي مجموعة والمجموعة ما بنكررش فيها الايه العناصر طيب نشوف مع بعد كده فيديو على أمثلة للدوال هناك العديد من الطرق لتمثيل العلاقات أو الأرقام باستخدام المخططات السهمية والمخططات البيانية والأزواج المرتبة هيا بنا نستعرض أمثلة توضح استخدام الأزواج المرتبة إذا كانت المجموعة سين تساوي 3 و 4 و 5 والمجموعة صاد تساوي 6 و 7 و 8 و 9 إذن فأي من العلاقات التالية يمثل دالة من سين إلى صاد؟ العلاقة الأولى ليست دالة حيث 5 تنتمي إلى سين ولا تظهر كمسقة أول في الأزواج المرتبة العلاقة الثانية ليست دالة حيث يظهر الرقم 3 مرتين كمسقة أول في الأزواج المرتبة العلاقة الثالثة هي دالة حيث كل عنصر من عناصر المجموعة سين يظهر كمسقة أول مرة واحدة فقط في الأزواج المرتبة إذا كانت المجموعة سين تساوي 0 و 1 و 4 و 7 والمجموعة صاد تساوي 1 و 3 و 5 و 6 أولاً اكتب العلاقة عين ومثلها بالمخطط السهمي باعتبار أن عين تمثل العلاقة من سين إلى صاد حيث تعني علاقة سين بصاد ألف زائد به أقل من 6 لكل ألف تنتمي لسين وبه تنتمي لصاد ثانياً هل العلاقة عين تمثل دالة ولماذا؟ مجموعة العلاقة عين تساوي 0 و 1 و 0 و 3 و 0 و 5 و 1 و 1 و 1 و 3 و 4 و 1 العلاقة عين لا تمثل دالة لأن العنصر صفر ظهر كمسقة أول 3 مرات والعنصر السبعة لم يظهر قط هل تظن أن هناك سبباً آخر؟ ناخد مثال كمان إذا كانت سين هي مجموعة الأعداد 1 و 2 و 3 وصاد هي مجموعة الأعداد 1 و 4 و 6 و 9 وكانت عين علاقة من سين إلى صاد حيث ألف عين به تعني أن ألف بتساوي جزر به جزر التربيعي لبه لكل ألف بينتمي لسين وبه بتنتمي لصاد أكتب بيان عين ومثلها بمخطط سهمي وبين ما إذا كانت عين تمثل دالة أم لا ولماذا؟ وإذا كانت دالة أذكر مداها هنشوف مع بعض السؤال كبير كده لما نيجي نقرأه ونقول ده فيه حاجات كتيرة مطلوبة ولكن الحل بتاعه بسهل جدا نشوف مع بعض كده أول حاجة إحنا هنبص للقاعدة بتاعتنا بتاع العلاقة أن ألف بتساوي جزر به أو أن ألف تربيع بتساوي به يعني ممكن نقرأها بالشكل ده أن ألف بتساوي جزر به أو ألف تربيع تساوي به بمعنى أن المسقط الثاني هيكون هو الجزر التربيعي للمسقط الأول طب تعال كده نشوف مع بعض الواحد والواحد لأن الواحد الجزر التربيعي بتاعها واحد اتنين والأربعة لأن الجزر التربيعي للأربعة هو اتنين تلاتة وتسعة الجزر التربيعي لتسعة هو ايه تلاتة انا كده عملت بيان العلاقة هقدر طالما عملت بيان العلاقة بشكل بسيط جدا وسهل جدا هقدر امثلها بمخطط سهمي هعمل سين بعناصرها وصاد بالعناصر بتاعتها في الجهة المقابلة وواحد وواحد يبقى من واحد الى واحد اتنين واربعة تلاتة وتسعة لو انا بصت للمخطط السهمي بتاعي ويمكن حتى من قبل ما بص للمخطط السهمي بتاعي من خلال نظرتي لبيان العلاقة اللي هي عين هبص كده هلاقي ان كل عناصر سين كل عناصر سين لها مسكة ايه مسكة اول في الازواج المرتبة في بيان العلاقة يبقى معنى كده ايه معنى كده ان العلاقة دي ايه دالة من سين الى ايه الى صاد لان كل عناصر سين لها صورة وحيدة في صاد طيب هنا نقدر نحدد مدى الدلة طبعا مدى الدلة هو المسكة التاني طب المسكة التاني هو مين هو الواحد والاربعة والتسعة يبقى بسهولة جدا اقدر اجيب المدى من خلال بيان العلاقة او من خلال المخطط السهمي طيب نشوف مع بعض مثال اخر في المخطط السهمي المقابل اللي قدامنا دوا ده بيمثل علاقة من سين الى صاد وإحنا لو بصنا كده هنقدر نحدد عناصر سين اللي هي واحد وسالب تلاتة واربعة ونقدر نحدد عناصر صاد اللي هي اتنين وتمانية واحد واربعة طيب تعالا كده لو احنا بصينا طب ايه المطلوب؟ المطلوب ان احنا نكتب بيان العلاقة والمطلوب التاني نسأل نفسنا هل العلاقة دي دلة ولا مش دلة ولو كانت دلة هنقول ليه ولو كانت مش دلة هنقول ايه ليه نشوف مع بعض كده بيان العلاقة طبعا من خلال المخطط السهمي بتاعي الواحد الزوج المرتب واحد واثنين والزوج المرتب سالب تلاتة وواحد وسالب تلاتة وتمانية والزوج المرتب اربعة وايه واربعة يبقى انا كده كتبت بيان العلاقة بتاعتي بسهولة جدا من خلال نظرتي لايه للمخطط السهمي اللي قدامي دوت طيب من خلال برضو نظرتي للمخطط السهمي هل ان انا اقدر اقول العلاقة دي دلة طبعا بالطبع ايه لا ليه هو كل عناصر سين فعلا زهرت كمسقة اول ولكن العنصر سالب تلاتة زهرت كمسقة اول مرتين في العلاقة يعني ليه صورتين فين فصر شوف كده كمان مع بعض النسال تاني اذا كانت سين هي مجموعة العناصر سفر وواحد ونص خمسة من عشر يعني نص واثنين وكانت عين علاقة من سين على سين اه يبقى معنى كده هنا العلاقة على المجموعة نفسها حيث الف عين به تعني ان الف معكوس ضربي لبه احنا عارفين معكوس ضربي للعدد هو مقلوب العدد لكل الف بينتمي لسين وبه بينتمي لسين مش هنقول لصاد ليه لان العلاقة هي سين على سين اكتب بيان عين وامثلها بمخطط ساهمي وبين ما اذا كانت العلاقة دالة ام لا طيب نشوف كده مع بعض هنيجي نقول هنا هو الواحد والواحد لان الواحد المعكوس الضرب بتاعه واحد طيب نص المعكوس الضرب ليها اتنين لان هو مقلوب النص واحد على اتنين مقلوب ايه اتنين على واحد اللي هي اتنين واتنين المعكوس الضرب ليها ايه نص طيب نشوف كده مع بعض هنمثل العلاقة بمخطط ساهمي ادي سين وطبعا نكتب عناصر سين وفي الناحية التانية برضو سين وهنكتب برضو عناصر سين جميل زي ما احنا قلنا كده في بيان العلاقة واحد واحد نص واثنين واثنين ونص طيب هل العلاقة عين تمثل دالة طبعا من غير ما انا اتكلم انت هتقولوا لا ما بتمثلش دالة ليه لان العنصر سفر اللي بينتمي لسين ملهوز صورة في ايه في صاد طيب نشوف مع بعض كده مثال اخر اذا كانت سين هي واحد واربعة وثلاثة وصاد هي اتنين وثلاثة وخمسة وتسعة وكانت عين علاقة من سين الى صاد حيث الف عين به تعني ان الف زائد به بتساوي ستة لكل الف بينتمي لسين ولكل به بينتمي لإيه لصاد اكتب بان العلاقة ومثلها بمخطط سهن وبين ما اذا كانت عين تمثل دالة ام لا ولماذا واذا كانت دالة اذكر مدى طبعا السؤال ده هنلاقيه بنفس الصغة كده بتكرر معانا كتير في كل الاسئلة بتاعت الدالة انه هو هيقول لنا هل هي دالة ولا لا طب لو هي دالة اذكر المدى ايه مدى بتاعها طبعا عشان اعرف دالة لازم الاول اكتب بيان العلاقة واحد اقلف زائد به بتساوي ستة يبقى واحد زائد خمسة ستة واحد زائد خمسة ستة واربعة واثنين ستة وثلاثة وثلاثة ستة يبقى بيان عين هو واحد وخمسة واربعة واثنين وثلاثة وثلاثة طيب تعالا كده نمثلها مع بعض بمخطط سهمي هنقول السين هي واحد واربعة وثلاثة والصاد هي العناصر اتنين وخمسة وتلاتة وتسعة هنيجي نقول واحد وخمسة ادي سهم خرج من واحد إلى خمسة واربعة واثنين سهم من أربعة للاثنين وتلاتة وتلاتة طيب هل العلاقة دلة هنبص هل كل عناصر سين خرج منها سهم أي أن كل عناصر سين خرج منها سهم واحد فقط لصاد يبقى إذن العلاقة دلة لأن كل عنصر من سين له صورة وحيدة في صاد طيب أقدر أحدد مدى الدل طبعا مدى الدل هو مجموعة الصور بقى اللي هو المسقط التعني الخمسة والاثنين والثلاثة وما الاثنين وخمسة وتلاتة وتسعة كنا بنقول عليها إيه بنقول عليها المجال المقابل للدل طيب واحد واربعة وثلاثة اللي هي عناصر سين بنقول عليها إيه بنقول عليها مجال الدل وهنشوف مع بعض الوقت مثال هنحله مع بعض على البورد بيتكلم على الدالة شوف مع بعض هنشوف مع بعض دلوقتي مثال على البورد على الدالة مثال جميل جدا شوف مع بعض إذا كانت سين هي مجموعة الأعداد خمسة وواحد وثلاثة وكانت عين دالة على سين يبقى هنا إداني معلومة إن عين دالة يبقى مش هزبت إن هي دالة هو بيقول إن هي دالة على سين وبيان عين هي مجموعة الأزواج المرتبة ألف وثلاثة وبه واثنين وواحد وخمسة أولا مطلوب مننا إن إحنا نكتب مدى الدالة طبعا بشكل بسيط جدا وسهل قوي مدى الدالة هو المسقطة التانية المسقطة التانية هنا عندنا إيه؟ تلاتة واثنين وخمسة هيبقى مدى الدالة هو مجموعة الأعداد تلاتة واثنين وخمسة طيب القيمة العددية للمقدار ألف زائد به وخد بالك وقالك المقدار ألف زائد به طيب تعالك إده معايا هنا هنفكر بشكل منطقي جدا وبشكل رياضي هنا قال لي عين دالة على سين معنى إن عين دالة معناها إن كل عنصر من سين موجود كمسقط أول طيب تعال كده نشوف العناصر ألف به واحد يبقى معنى كده اللي ظهر كمسقط أول هو مين؟ هو الواحد طيب يبقى معنى كده إن ألف يئمة هتبقى خمسة في الحالة دي به هتبقى ثلاثة يئمة ألف هتبقى ثلاثة وبه هتبقى إيه خمسة يعني في جميع الأحوال ألف وبه هيبقى مجموعهم كام؟ يئمة ألف خمسة يئمة به ثلاثة يئمة ألف ثلاثة يئمة به إيه خمسة هيبقى في الحالة دي هيبقى مجموعهم ثلاثة زائد خمسة هيساوي ثمانية ناخد بالنا جدا هنا أنا استفدت من المعلومة اللي هو الهالي إن عين دالة عين دالة فمعناها إن كل عنصر من سين كل كلمة كل دي ناخد بالنا منها كل عنصر من سين لازم هيظهر كمسقط إيه؟ كمسقط أول طيب أنا بصت هنا لقيت الواحد ظهر خلاص كده يبقى أنا هستبعد الواحد بقى إيه اللي موجود عندي؟ خمسة وثلاثة يبقى في حالة لو به لو ألف ثلاثة يبقى بيها تكون خمسة في حالة لو ألف خمسة يبقى بيها تكون إيه؟ ثلاثة فمعنى كده إن ألفه به مع بعض هيبقى كام؟ ثمانية وبكده إحنا حلينا المثال بتاعنا نقول كده إحنا قلنا إيه النهاردة مع بعض؟ النهاردة إحنا اتكلمنا في الدرس بتاعنا عن الدلة والدلة هي عبارة عن علاقة بين مجموعتين أو بين مجموعة على نفسها ولكن زي ما إحنا قلنا كل عنصر من عناصر المجموعة بيكون له صورة واحدة فقط في المجموعة التانية نقولها بشكل بسيط جدا أنا ممكن لو بصيت لبيان العلاقة هبص للمسقة الأول لو جميع عناصر سين ظهرت كلها كمسقة أول لمرة واحدة يبقى في الحالة دي أقول العلاقة دالة طيب لو قدامي مخطة سهمي مخطة السهمي خارج سهمي من كل عنصر من عناصر سين إلى صاد سهم واحد فقط من كل عنصر من عناصر سين إلى عناصر صاد في الحالة دي بقول أن سين دالة أن العلاقة بين سين وصاد دالة او ان يكون على الخط الرأسي في المخطط البياني نقطة واحدة لكل ايه لكل عنصر في الحالة دي برضو بقول ان هي ايه ان هي دالة يبقى عشان اقول ان العلاقة بتاعت دالة في شرط مهم جدا كل عناصر سين كل كلمة كل ده اخد بالها منه مش معنى كل دي يعني ما سبش ولا عنصر من سين له صورة واحدة او وحيدة فقط فين في صاد في الحالة دي اقول ان العلاقة ايه العلاقة دالة وقلنا برضو ان سين بتسمى مجال الدالة وصاد هي المجال المقابل والصور بتاعتها او زي ما احنا بنقول المسقط التاني بنسميه مدى الدالة اشكركم على حسن استماعكم وان شاء الله في حلقة تانية مقبلة شكرا